تفقد وزير التنمية المحلية هشام أمنى ومحافظ أسوان أشرف عطية مشروع إنشاء مجمع مواقف وسويقات غرب وشرق مدينة كومنبو ضمن 19 مشروعا للإدارة المحلية تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي تم تنفيذه بنسبة 75% ويعد مشروع مجمع مواقف مدينة كومنبو من أكبر المواقف التي تقام في إطار المبادرة ويضم موقف لسيارات السيرفيس حيث يستوعب 232 سيارة مايكرو باس بجانب منطقة الخدمات والتي ستشمل 19 محلا تجاريا ومكتبا إداريا فيما سيضم المشروع أيضا إنشاء موقف الكفور للسيرفيس ليستوعب 200 سيارة سيرفيس بالإضافة إلى منطقة الخدمات التي تضم 17 محلا تجاريا وكافيتيريا ومكتبا إداريا ترجمة نانسي قنقر